مرحبا يا شياناس عليكم جميعيك دول من الأسبوع الثاني على الثوالي لإضراب القضاء يبدو أنه مستمرين في هذا الإضراب ومن الممكن حتى أنه أسبوع ثالث وحتى رابع إذا لم تفتح قنوات الفيوار اللي طلبت بها وتراجع على قائمة الإحفاءات بالفعل نحن انطلقنا منذ يوم أمس في أسبوع الثاني من تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية وكافة المؤسسات القضائية هذا الأسبوع الثاني وضعنا له ترتيبات هناك مجموعة من الاستثناءات التي لا تنطبق على تعليق العمل منها مطالب الإفراج منها قضايا الإرهاب شديد التأكد على مستوى النيابة والتحقيق منها الأذون التي انتهت فيها أجل الاحتفاظ مجموعة منها المطالب توقيف التنفيذ لدى المحكمة الإدارية مطالب توقيف وتأجيل التنفيذ لدى المحكمة الإدارية ومطالب توقيف التنفيذ لدى المحاكمة العدلية ومناقشة رسائل التخرج بالمعهد الأعلى للقضاء الحب نقول إلي هذه التحركات لم تكن نابعة من اختيار من القضاء هذه التحركات فرضت فرضا على القضاء وعلى القضاء من أجل الدفاع على سلطتهم الخضائية من أجل الدفاع على القضاء النزيح والقضاء المستقل القضاء حامي الحقوق والحريات من أجل التصدي للهيمنة الكبرى والتصدي لوضع اليد بالكامل من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية التي يراد لها أن تكون طيعة وفي يد السلطة التنفيذية تأتمر بأمامرها تجهز بواسطته على خصومها السياسيين وهذا القضاء صوت واحد قالوا ليه لا قالوا ليه جماعات وهياكر وقالوا ليه كذلك فرادة لأنه مجموعة كبيرة من القضاءات اللي تم إعفاءهم ما تمش إعفاءهم على خلفية تورطهم في ملفات فساد أو في ملفات تورطهم على الإرهاب أساسا تم إعفاءهم لأنهم قالوا لا لا لوضع التونسيات والتونسيين في السجن لا لتسليم مفاتح السجن بيد السلطة التنفيذية لا للتخلي على هذا الدور الدستوري الدور الأساسي والجوهري للسلطة القضائية هو حماية الحقوق والحريات وقالوا نحن نعمل وفق ضوابط القانون ونرفض العمل خارج هذه الضوابط بالتالي نحن نخوض هذه التحركات باسم الشعب التونسي باسم النظام الديمقراطي باسم دولة القانون باسم مبادئ ومعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية ونحن لم نختر هذه الوضعية ولكن تحملنا مسؤوليتنا في مقدمة النظال من أجل الأسس والجوهر النظام الديمقراطي وجوهر استقلال القضاء خذنا في الأسبوع الفارض تحركات تاريخية كانت ناجحة بكل المقيس نسبة النجاح نسبة النجاح صدرناها في بيانات كانت خلال الأسبوع الأول نسبة تسعة وتسعين في المياه عدنا إلى كهياكل اجتمعنا قيمنا هذه التحركات ثم قررنا استجابة للإرادة الغالبة للقضاء المضي في أسبوع ثاني يوم أمس كان يومها الأول اليوم نحن في اليوم الثاني يوم أمس كانت كذلك استجابة واسعة وكل المحاولات التي قادتها وزارة العدل وقادتها السلطة التنفيذية لإثناء القضاء على المضي في تحركات النظالية بقت بالفشل محاولات من أين؟ محاولات تعضغط على القضاء حملهم على كسر نظالاتهم المشروعة على استئناف العمل خارج إرادة الهيئة القضائية الستة المجتمعة وخارج إرادة 1500 قاضي اجتمعوا يوم أربعة جوان في اجتماع حاشد هناك ترهيب هناك اتصالات بالمسؤولين على المحاكم هناك تهديدات بالاقتطاع من الأجور ولكن القضاء رغم كل هذه التهديدات رغم التشويهات رغم إعادة بث الروح في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات التي أصبح القاسي والدين يعلمها لترهيب القضاء لاستعادة حملات التشهير وحاملات الترهيب وحاملات التخويف القضاء صامدون متمسكون بحقهم الشرعي في الدفاع على زملائهم في الدفاع على مبادئ استقلال القضاء في الدفاع على سيادة القانون على دولة القانون على النظام الديموقراطي نسبة الإضراب يوم أمس كانت واسعة الاستجابة كانت كبيرة صدرنا بلاغ حددنا فيه نسبة 95% من الاستجابة وكل من نرتاد المحاكم يشهد على صحة هذه النسب وعلى توقف العمل وتعليق العمل بالكامل في أغلب محاكم الجمهورية بنسبة عالية وعالية جدا فيما عدا الاستثناءات التي تم التنصيص عليها في بلاغ ترتيبات تعليق العمل نقول أننا لا نريد المضيق قدما في هذه التحركات نريد فتح باب الحوار وباب التفاوض من أجل هدفين أساسيين في الوقت الحالي وهو رفع المظلمة على زملائنا 57 المشمولين بالأمر الرئاسي عدد 516 وكذلك التراجع على المرسوم عدد 35 هذا المرسوم الذي معناها أساءة لتونس في الداخل وفي الخارج المتناقض مع الدستور البلاد الساري المتناقض مع المعايير الدولية المتناقض مع التزامات الدولة التونسية في الداخل وفي الخارج بطبيعة الحال نحن واعون حقيقة بحساسية الوضع بخطورة الوضع نحن نريد أن نكون إيجابيين نمد أيدينا لرئيس الجمهورية من أجل التباحث والتحاور حول كيفية أصلاح القضاء كيفية مناهضة ومكافحة مظاهر أو بعض مظاهر الفسادة الموجودة داخل القضاء وهذا لن نبدع فيه ولن نبدع فيه لأن هناك معايير هناك آليات معروفة كيف نقاوم الظاهرة الفساد ليست في القضاء فقط ولكن في كل مؤسسات الدولة ونحن نعلم حق العلم وحق اليقين أن آلية الأعفاء هي آلية مناهضة ومخالفة لآليات المعهودة والمعروفة على المستوى الدولي لمكافحة الفساد هي متعارضة بالتمام والكمال مع هذه الغاية وبالتالي الترويج لأن هذه الآلية الهدف منها تطهير القضاء أو مناهضة الفساد داخل القضاء هذا أمر فندناه في الندوة الصحفية وبيننا أن 45 قاضي من جملة 57 ليست لهم أي ملفات لدى تفاقدية وزارة العدل وأن هذه الأعفاءات انبنت على تقارير سرية من الجهات الأمنية أو بعض الجهات الأمنية وانبنت على الوشيات وعلى التنصت خارج إطار القانون وبالتالي نحن من حقنا باش ندافع على استقلال القضاء وعلى الضمانات بتاع استقلال القضاء واستقلال القضاء ومن حقنا المشروع المضي في تحركاتنا إذا لم يقع الاستجابة لطلباتنا وفتح على الأقل فتح باب الحوار وباب النقاش مع رئيس الجمهورية يعني نفهم من كلمة أنه المضيكي تحركات في هذه تحركات تحركات متواصل للإدراب كذلك في أسبوع ثالث ورابع وحتى من الممكن أنه يكون إدراب مفتوح هذا في صورة لم يتم فتحها باب الحوار وتفاوض وترجى على قائمة الإعفاءات ما نقوله أن هذه التحركات فردت علينا فرضا وبالتالي القضاءات ليسوا هم المسؤولون عن هذه التحركات هم مجبرين على خوض هذا النضال التاريخي من أجل سيادة القانون ومن أجل دولة القانون من أجل ضمنات استقلال السلطة القضائية نحن ذاهبون في نهاية هذا الأسبوع إلى جلسة عامة ننتظر أن تكون جلسة عامة حاشدة مثل الجلسة التي انتظمت يوم أربعة جواء 2022 سنعود إلى قواعدنا سنعود إلى القضاءات العدليين والإداريين والماليين هيكل مجتمعة وقضاءات متوحدة لنقرر الخطوات القادمة وما أعتقده أن كل الخيارات مفتوحة ونحن نحترم الإرادة الغالبة لزملائنا وما سيقرره زملائنا في الجلسة المرتقبة نهاية هذا الأسبوع سيلتزم به الجميع مهما ك ولك أعود لأقول أننا لا نرغب في المضي في هذه التحركات لا نرغب في المضي في هذه التحركات نريد فتح باب التفاو نريد رفع هذه المظلمة التي لا تصلت على زملائنا السبع وخمسين فقط المشمولين بقائمة العفاءات قائمة الظلم ولكن مظلمة تصلت على القضاء التونسي على السلطة القضائية التونسية على النظام الجمهوري الذي ارتضيناه في دستور 2014 على مبادئ ومعايير استقلال القضاء بالتالي لا لوم علينا في التمسك بلعب دورنا في كحماة للحقوق والحريات والكرة الآن كما قلتها في السابق في قصر قلطاج وليست في قصر العدام يعني إذا ما دعينا من قبل السيد الرئيس الجمهورية سنستجيب وسنبلغه هذه المطالب مطالبنا تتمثل الآن في هذه الوضعية في مطلبين أساسيين التراجع على المرسوع عدد 35 والتراجع على الأمر الرئاسي عدد 516 ثم في مستقبل إذا ما ارتقى رئيس الجمهورية أن نفتح باب الحوار حول كيفية إصلاح المنظومة القضائية حول كيفية معالجة بعض المظاهر على الفساد الموجود فيها من كافة الجهات ومن كامل مختلف الزوايا وبمقاربات معترف بها على المستوى الدولي نحن مستعدون لذلك بل لدينا برنامج إصلاحي متكامل ينقض القضاء التونسي من كل السلبيات الموجودة فيه ولكن يحمل الكافة الكافة مسؤوليتها وفي ذلك لأن مسؤولية إصلاح القضاء هي فيها جانب التشريع التي تتحمل وسطة التشريعية فيها الجانب التنفيذي التي تتحمل السلطة التنفيذية وفيها كذلك الجانب القضائي التي تتحمل السلطة القضائية ومؤسسها بالتالي على هذه القاعدة نحن مستعدون إلى التفاوض وإلى التحاور وإلى الجلوس في هدوء بعيد على كل أنواع التشنج بعيد على كل أنواع التوتر بعيد على كل الاتهامات والتشويهات خارج الأطر القانونية ونحن أبناء هذا الشعب نريد له الخير أبناء هذه السلطة نريد لها كل الخير ومستعد للدفع بكل ما أتينا من قوة من أجل النهوذ بها وبنائها على قاعدة سليمة قاعدة السلطة القضائية كاملة الصلاحيات وليس على قاعدة القضاء الوظيف نقطة أخيرة سيا نفس وهي في علاقة بتعويض القضاء في نقم التنويج لأنه فما إمكاني إلى التواجه من نحن تعويض قضاء المغربية لا يمكن تعويض قضاء تونس قضاء تونس هذوم دفعت عليهم تونس صرفت عليهم تونس لا يمكن تعويضهم ولا وجود لأي آلية لتعويضهم ونقول الأولى من التفكير في إيجاد هذه الحلول بين ظفرين حلول البديلة التي تعقد الوضعية الأولى أن ننكب جميعا على جوهر الموضوع لإيجاد حل له حتى يرجع القضاء إلى ممارسة مهامهم ومباشرة رسالتهم هي الرسالة المتعلقة بإيصال الحقوق لأصحابها وحماية حقوق الحرية شكرا لأصحابها لأصحابها شكرا للمشاهدة